اشتركوا في القناة لو انا جوا السهم بالمفروض ان انا هنقل وقف الخسارة بتاعي عند مستويات الجنيه وخمسة وستين ارش لحماية ارباحي وما زلت اتوقع ان احنا مازال لنا عدف صعودية لو احنا بنتكلم ممكن ده يكون واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وما زلنا في الاساس بنستعد في المنطقة الاهم منطقة العرض الاهم بالنسبة لنا اللي عنده مستويات الاثنين جنيه لحد مستويات الاثنين جنيه وعشر جوش وبالنسبة لنا السهم ما زال ايجابي طالما فيض المحافظ لنا على مستويات الجنيه خمسة وستين ارش ما زلنا ننتظر اختراق مستويات الجنيه وسبعين لمستويات الجنيه وسبعين ولا سكر فرمانا ما زالت النظر ايجابية حتى الان وما زال حركة السه جيدة جدا جدا فلا ذاعله القلق ولكن حتى الان ما زلنا ننتظر اختراق لسه طبعا النظر بتاعتنا والسهم ممكن نفكر انه يتحاول لسلبي تماما لو نزل كمان وقصر لنا مستوى الجنيه 60 إرش ولكن حتى الآن عندنا وقصار عند مستوى الجنيه 65 إرش وده اللي بيعزل الكبيرة السهل وما زلنا ننتظر له المزيد من الأهداف السعودية خصوصاً اللي احنا أول منطقة عقب قد تقابلنا هي المنطقة دي وده بالنسبة لنا ممكن نحن نقول التارجة الأول لنسبة لنا الجنيه 85 إرش وبالتوفي